لمزيد من المتابعة ينضم إلي من الرباط عبدالله البقالي مدير تحريج جريدة العالم ما الذي يطلبه المغرب من مجلس الأمن الدولي في شكوى ضد البوليساريو؟ المغرب ببساطة يطلب واحترام الشرعية الدولية هناك اتفاق لوقت في إطلاق النار موقع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية برعاية الأمم المتحدة سنة 1991 وهذا الاتفاق ينص على وجود منطقة عازلة الآن جبهة البوليساريو الانفصالية من خلال ميليشياتها مسلحة تقوم أو تقدم على انتهاكات كبيرة وتدخل هذه المنطقة بالأسلحة وبالعتاد الحربي هذه الأمور وهذه انتهاكات وهذه الخلقات لم يعد ممكن أن يقبلها المغرب المغرب يتوفر على ما يكفي من الإمكانيات اللوجيستيكية والحربية والفنية والبشرية لكي يمحوا هذه القضية في رمشة عين ولكن تقديرا لجهود الأمم المتحدة تقديرا لدور الأمم المتحدة تقديرا للوساطات التي تقوم بها العديد من دول الصديقة للمغرب فإن المغرب لحد الآن يتحاشون التصعيد إلى أي حد يمكن أن يتصاعد التوتر الحالي اللاسيما وأن الرباط وصف ما فعلته البوليساريو بأنه توغلات شديدة الخطورة طبعا يمكن أن يصل الأمور أو تصل الأمور إلى مداها إلى نهايتها المغرب مستعد لخوض حرب المغرب يتوفر على جيش قوية توفر على عتاد ويتوفر على الحق وشرعية الأراضي المغربية هناك وبالتالي لم يعد من مبرر أن نبقى مكتوف في الأيدي نتفرج على مجموعة من الميليشيات من المرتزقة يقومون بتوغلات داخل التراب المغربي ويمسون بالسيادة المغربية على الأراضي لم يعد هذا الأمر مقبول وأنها ليست قضية حكومة أو قضية ملك أو قضية شخص لقضية شعب مغربي بيروني على الأرض ما الذي يمكن أن تفعله السلطات المغربية إلى أن يتم أو إلى أن يصدر رد فاعل من قبل مجلس الأمن ما الذي يمكن أن تقوم به المجلس؟ نحن نأمل أن تكون التنبيهات الصادرة عن السلطات المغربية أمس كفيلة بإقناع الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها الحاسم في هذه القضية أما إذا بقى هناك تلكء للأمم المتحدة في القيام بدورها من خلال الحرص على تطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن فإن المغرب على مستوى الواقع والصحراء موجودة في مغربها والمغرب موجود في صحرائه والشعب المغربي قاطبت من الشمال إلى الجنوب يعيش دروف عادية ولكن إذا تطلب الأمر تصرف آخر فإن المغاربة جاهزون لهذا التصرف وإن اقتضى الحال خوض حرب في المنطقة لا نعتقد أنها ستكون مكلفة للمغرب اتضحت الصورة أشكرك كنت معي من الرباط السيد عبدالله البجالي مدير تحرير جريدة العلم